قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة قضائية بهدف التحقيق فيما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع السرية الأولى العام الماضي وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبدالستار البيرقدار أن رئيس الادعاء العام قام بتحريك الشكوى بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع الذي ربما وزير الدفاع خالد العبيدي السرية في مجلس النواب المنعقدة العام الماضي وأضاف البيان أن مجلس القضاء الأعلى وبناء على شكوى الادعاء العام قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى تحقيق فيما ورد من اتهامات بالفساد خلال تلك الجلسة